مرحبا عزيزي المشاهدين شلونكم شون صحتكم معاكم الشيف ادمون طبقنا اليوم هو طبق فطور نباتي وسهل ونذيذ بفوائد كثيرة مكوناتها هو من رقائق الشوفان او حبوب الشوفان وحليب الشوفان ايضا نقدر نستعمله ونستعمل الحليب الصوية او اي نوع حليب عدكم تقدرون تستخدمون بس هاي الوجبة راح سويتها نباتية اتمنى نال اعجابكم اذا كنتم اول مرة تشاهدون قناتي اتمنى ان تشتركون بالقناة تفعلون الجرس وتسوون لايك وتسوون شير للقناة وتفعلون الجرس على المودي يوصلكم كل جديد من عدنا وطابعوني التفاصيل وطريقة العمل ورجعنا لكم مع زي المشاهدين مقادرنا هي كاسة من الشوفان او الهوفرة بالسويدي نسميه هوفرة نخلي بهذا الكوب مقدار كوب واحد وراح نضيف ايضا نفس الكوب او نفس الكاسة تقدرون تستخدمون اي كاسة لعدكم اثنين من هاي الكاسة من هذا الكوب من الماء واثنين من عندها ماء ونخلي له شوية ملح هذا اول اول كاسة وهي ثاني كاسة ونخلطهم ونشعل النار جواهم او على الطباخ نخلي الى ان يفور بس مع هاي رشة ملح ايضا ونخلي نحرك دائما من بقي واقف او نخليه على درجة حرارة تحت تحت العالي يعني وسط تكون ونحرك بين فترة وفترة ما خليه يبقى على حالة على مدلع عندنا يصير عندنا يحترق جوا وهي المقادير كلها اللي نحتاجها بس مجرد ماء اثنين شوفان او واحد شوفان حسب الكمية وواحد شوفان واحد مقدار من الشوفان يساوي اثنين مقدار من الماء وتنطينا نتيجة كثير طيبة كثير ممتازة وهذا يتقدم على الفطور مع القرفة او الدارسين ومع الشكر اذا حبيته القرفة والشكر او القرفة مع المربة وبهذه الطبق او مع العسال اي نوع من الحلاة تستخدمه وهذا الطبق اذا تقدرون تريد تحبون تشووه مثل حلو طبق حلو ايضا يصير وينضاف ويا قليل من الحليب مع الشوفان او حليب الصوية على ما تصير اكلتنا نباتية على الصلح او ناكلها بفترة الصيام هذا طبقنا كل الاشياء اللي نحتاجها اياها قلنا لكم عليها وراح نتركها الى ان يفور تقريبا او يغلي تقريبا 20 دقيقة على نار متوسطة ونخلطها بين فترة والاخرى او كم دقيقة نحاول انه نخلط الخليط لنا الى ان يبدي يفور وراح تلاحظون من الفور راح يصير عندنا طبقه من الجرات او الشوفان التخينه بهذا الشكل وراح نرجع لكم من يصير طبقنا جاهز تلاحظون صار قوامة أثقل وكل ما يبقى على النار يفور بس يفور يصير أثقل وأثخن على موضي يتخفف مع الحليب الصوية أو حليب هذا طبقنا ونريد أن يصير أثخن بعض قوامة على موضي يصير قوام ثقيل نترك على النار تقريبا خمس دقائق ثانين بس يفور ونطفي النار يتقدم حار كطبق رئيسي بوجبة الفطور وإذا أعدكم أي استبسار أو أي محلومات تقدرون تكذبوني بالتحليقات وتسووننا لا تنسون باللايك والشير والسبسكرايب على موضي يوصلكم كل جديد لازم تفعلون جرس التنبيهات رح نتركها دقيقة دقيقتين أخرى ويتقدم تقريبا صار جاهز يريد أن نفذ ستلاحظون هسا صار أكثر وكل ما يبقى على النار على نار ناصية طبعا أول ما يفور نصونا النار ومالتها وتخلوه بهاي السماكة هذا القوام اللي يريده هاي أكلها كثير مفيدة وتشبع الواحد على الريق هسا راح نصوب بصحن عميق أو كاسة لهذا الشكل كنت تلاحظون قوامة كثير ثخين وهذا طبقنا صار جاهز راح نقدمه بهاي الطريقة واذا تحبون مثل ما قلت لكم تسوونا سبسكرايب وتسألوني أي أسئلة أني حاضر وراقبوه أكلات جديدة ووصفات شهية إن شاء الله تحياتي مطبخ الشيف دمون وهذا طبقنا صار جاهز بهذا الشكل أي عدنا مربة الفراولة وعدنا حليب الشوفان وعدنا أيضا الدارسين وهذا فتشي ضروري الدارسين ينطينا لكها كثير طيبة ولذيذة طبعا إذا تحبون ما تخلون شاكر تقدرون ما تحطون لا شكر ولا مربة وبس قرفة وتحطون الصوية أو الصوية أو الشوفان حليب الشوفان أو حليب الصوية نحط المربة بهذا الشكل وخلي الدارسين أيضا بحيث شوف الكمية نحن بحب وشرط المقادير فتحطوها وإذا ما تحبون الشكر مثل ما قلنا تقدرون تخلون بس دارسين وشوية عسل أو دارسين بوحدة ومع الحليب الشوفان وتصير أكلتنا جاهزة طبعا تتقدم على الصباح حارة بهذا الطريق بهذا الطريق ومعها طبق خفيفة أيضا مثل صمونة صغيرة أو قطعة خبز محمصة إذا حبيت طبعا تقبلوا مني أحدث 8 تحيات مطبخ شيف وشكرا على المشاهدة تابعوني بفيديوهات قادمة إن شاء الله بوصوات جديدة وشاهية